طلاب الصف السادس الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم درساً بعنوان مقدمة عن الأرض والفضاء ويعتبر هذا الدرس مراجعة لمعلوماتك السابقة عن الأرض والفضاء وتمهيداً للوحدة الجديدة بعنوان الأرض والفضاء ونبدأ أولاً بالتعرف على أهداف الدرس ففي نهاية هذا الدرس يتوقع منك عزيز الطالب أن تتعرف على بعض خصائص كوكب الأرض وأن تتعرف إلى أن الشمس هي مصدر الحرارة والضوء في مجموعتنا الشمسية ومن الجدير بالذكر عزيز الطالب أنه عندما ننظر إلى السماء في الليل نرى لوحة جميلة من النجوم المضيئة بألوان مختلفة في هذا الكون الفسيح الذي يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى والسؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا أين موقع الأرض في هذا الكون الفسيح؟ وما هي أقرب النجوم والكواكب إلينا؟ سنتعرف الآن على المجموعة الشمسية توجد الأرض عزيز الطالب ضمن مجموعة تضم نجما واحدا وهو الشمس وثمانية من الكواكب تدور حول الشمس باستمرار وتتبع هذه المجموعة إلى تجمع هائل من ملايين النجوم والكواكب يسمى مجرة درب التبانة حيث تلاحظ عزيز الطالب في هذه الصورة مجرة درب التبانة وفيها موقع المجموعة الشمسية بالنسبة للمجرة تضم المجموعة الشمسية كما ذكرنا عزيز الطالب ثمانية كواكب وهي عطارد والزهرة والأرض والمريخ والمشتري والزحل وأورانوس ونبتون وتختلف الكواكب في الكثير من الخصائص كما تشاهد في هذه الصورة عزيز الطالب مثل الحجم واللون والقرب من الشمس والذي يحدد درجة الحرارة ووجود الغلاف الجوي ومكونات كل كوكب وغيرها الكثير ونأتي الآن إلى كوكبنا كوكب الحياة الأرض فالأرض كوكب صخري يمتلك غلافا جويا ويتواجد عليه الماء والأكسجين وهم السبب الرئيس للحياة على سطح الأرض وترتيبه الكوكب الثالث من حيث البعد عن الشمس مما يعطيه درجة حرارة مناسبة للحياة تدور الأرض باستمرار حول محور وهمي يصل بين القطب المتجمد الشمالي والقطب المتجمد الجنوبي كما هو موضح في الصورة المجاور عزيز الطالب بحيث تكمل دورة واحدة كل 24 ساعة ويسمى هذا الخط الوهمي محور الأرض ونأتي الآن إلى الليل والنهار ونتيجة عزيز الطالب لدوران الأرض حول محورها ينتج الليل والنهار بحيث تكون الجهة المواجهة للشمس مضاءة من أشعة الشمس فيكون النهار بينما الجهة البعيدة عن الشمس تكون مظلمة فيكون الليل كما هو موضح في الصورة المجاورة وأريد أن أسألك سؤالا عزيز الطالب للتفكير ماذا لو توقفت الأرض عن الدوران هل يحدث تعاقب للليل والنهار أحسنت عزيز الطالب إذا توقفت الأرض عن الدوران تبقى الجهة المقابلة للشمس نهارا وتبقى الجهة البعيدة عن الشمس ليلا ونأتي الآن إلى وصف الشمس الشمس عزيز الطالب هي النجم الوحيد في مجموعتنا الشمسية وتتكون من غازات ملتهبة كما تشاهد في الصورة حيث تمد الأرض والكواكب الأخرى بالضوء والحرارة وتدور الكواكب بما فيها الأرض حول الشمس بمسارات شبه دائرية تسمى المدارات لنتعرف الآن على أهمية الشمس بالنسبة للأرض فالشمس مصدر الضوء والحرارة وهو ما تعتمد عليه الكائنات الحية وخاصة النباتات في بقائها كما أن الشمس لها دور في دورة الماء في الطبيعة حيث تعمل الشمس كما تشاهد في هذا المقطع المجاور على تسخين الماء وبالتالي يتبخر ومن ثم يصعد إلى طبقات الجو العليا فيتكاثف ويسقط على شكل أنطار وأريدك أن تفكر عزيز الطالب هل يمكن الاستفادة من الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء لإنارة الشوارع والشواطئ مثلا؟ أحسنت عزيز الطالب يمكن ذلك من خلال أجهزة تحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية تسمى الخلايا الشمسية كما تشاهد في هذه الصورة وهي موجودة في عدة مناطق في قطر وصلنا عزيز الطالب إلى فقرة ماذا تعلمنا في درسنا لهذا اليوم تعلمنا أن الكون من حولنا يحتوي على ملايين النجوم والكواكب والمجرات وتنتمي مجموعتنا الشمسية إلى مجرة تسمى مجرة درب التبانة كما تعلمنا أن المجموعة الشمسية مجموعة تضم نجما واحدا هو الشمس وثمانية كواكب تدور حول الشمس باستمرار بمدارات شبه دائرية تسمى المدارات وتعلمنا أيضا أن الأرض تدور حول محورها دورة كاملة كل 24 ساعة وينتج عن هذا الدوران تعاقب الليل والنهار وتختلف درجة الحرارة في النهار عنها في الليل كما تعلمنا أن الشمس هي النجم الوحيد في مجموعتنا الشمسية حيث تمد الأرض والكواكب الأخرى بالضوء والحرارة وتكمن أهمية الشمس في أنها مصدر الضوء والحرارة التي تحتاجهما الكائنات الحية لاستمرار الحياة وصلنا الآن إلى فقرة التقويم ونبدأ بالسؤال الأول ما المميزات التي تميز الأرض عن غيرها من الكواكب في المجموعة الشمسية هناك مجموعة من المميزات تميز الأرض أحسنت عزيز الطالب أولا درجة الحرارة المناسبة ثانيا توفر الماء وثالثا توفر الأكسجين اللازم للحياة وننتقل الآن إلى السؤال الثاني أذكر أهمية الشمس بالنسبة للحياة على الأرض أحسنت عزيز الطالب إجابة صحيحة تعد الشمس مصدر الضوء والحرارة كما تساهم في دورة الماء في الطبيعة وصلنا عزيز الطالب إلى ختام درسنا لهذا اليوم شكرا لمتابعتك وللقاء في درس قادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر